حوار القاهرة مع عمر عبد الحميد حوار القاهرة مع عمر عبد الحميد صحيح أعزائي المشاهدين في كل مكان وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوار القاهرة في الفقرة الأولى نحاول قراءة ما حدث ويحدث في مصر بعد تعويم الجنيه وفي الفقرة الثانية جولة في محافظة الإسكندرية لمتابعة استعداداتها لموسم الشتاء نبدأ فقرتنا الأولى عن قرار تعويم الجنيه الذي استيقظت مصر صباح الخميس على صدوره من البنك المركزي ليرفع به سعر صرف الدولار إلى متوسط 13 جنيه ما يعني خفض قيمة العملة المحلية بنحو 48% ضمن حزمة إجراءات سبق أن أعلنت عنها الحكومة ووصفتها بأنها ستكون صعبة وما هي إلا ساعات حتى ظهرت آثار التعويم ممثلة في خفض دعم الوقود الذي يؤكد الخبراء أنه سيؤدي إلى موجة تضخمية تصيب طبقات الفقيرة والشرائح الأدنى من الطبقة المتوسطة وتظهر تداعيات هذه الموجة على الأسعار بصورة أكبر من أثر التعويم ذاته وهي الخطوة التي تخالف عود الحكومة بأن التعويم سيعمل على خفض الأسعار وتحقيق الإصلاح الاقتصادي فهل تستطيع الحكومة تحقيق هذا الوعد في ظل وجود مخاوف من حدوث ردود فعل اجتماعية واقتصادية ولماذا رحب مجتمع الأعمال بهذه الخطوة وماذا عن تأثيرها على طبقات الفقيرة وقبل كل ذلك هل تضمن الحكومة الأثار الإيجابية للتعويم هذه التساؤلات وغيرها أطرحها على ضيفية هنا في الستوديو رئيس جمعية المصدرين المصريين المهندس خالد الميقاتي ورئيس حزب التجمع هو عضو مجلس النواب الأستاذ سيد عبد العال ولكن قبل أن نبدأ المناقشة نتعرف على رأي عينة عشوائية من المواطنين في القرارات الأخيرة هو اللي بيغلع عندنا ما بيرجعش بدليل المقربصات والتكاتج والحاجات دي كلها لما البنزيم هالي المرة اللي فاتت رجع رخص على طول وهم ما فيش مشكلة غلوا وما رجعوش تاني فإحنا المأزين بالنسبة لتعويم الجنيدة بالنسبة لنا شايفها أن هي حاجة مضرة للبلد لأن تعويم الجنيدة أنت النهاردة أول إمبارع كان بـ 12 أو بـ 11 هيبقى قابل أنه هو زي ما نزل كده قابل أنه يطلع لـ 18 و 20 و 30 وزي ما يطلع بقى وفي الغالب اللي احنا بلدنا هنا أو احنا كمجتمع ما بتستغل الحاجة دائما للأعلى مش للأرخص فدي حاجة طبعا بالنسبة للمصريين أو استغلال المستثمين في مصر يبقى غلق القرار ده طبعا للوقود طبعا هيزيد طبعا على الركاب الناس اللي هي بتركب وكده والناس السعب غلبان يعني واخدوا لحضورتك الغالة ده ما كانش وقته يعني الغالة الجنيدة ده ما كانش وقته البنزيم يغلق الحاجات دي ده الوقت القرار مش حكيم طبعا إحنا في بلد غلابة والدنيا غصة مش مزبوطة مرحب بضيفي المهندس خالد المقاتي والأستاذ السيد عبد العالي وكما لاحظنا في هذه العينة العشوائية مهندس خالد يعني هناك استياء وقلق شديد لدى المواطنين من هذه القرارات يقابله تقارير تقول أن مجتمع الأعمال يعني وحضرتك رئيس لجمعية المصدرين المصريين رحبتم وترحبون بهذه القرارات نعرف السبب ونعرف تحليلك بسم الله الرحمن الرحيم أولا نهذاك النهاردة الدولار كان يوصل لثلاث أضعاف القيمة التي كانت موجودة في البنك تقريبا البنك كان بحوالي 8 جنيه 88 وفي السوق وصل إلى 17 و18 جنيه قبل التعوين طبعا ده ما كانش القيمة الحقيقية لي لازم النهاردة حتى نتحرك ونتحرك فيما يسمى بآليات السوق الحر لازم كان الجنيه يتعاوموا كان الكلام ده أصلا متأخر كان لازم يتعمل من شهور سابقة وليس بس اللي هو من يومين ميزة أن النهاردة الجنيه هتعاوم أنت مش أول دولة تعاوم العملة بتاعتها سابقك قبل كده روسيا في 2014 والأرجنتين وأزربيجان وصابقك أيضا نايجيريا حصل تضخم وحصل أن العملة وقعت من 30 إلى 40% تختلف من البلد إلى أخرى إنما في غضون سنة أو سنتين التضخم تدائل يعني إحنا النهاردة لو بنقول إحنا احتمال أن يحصل عندنا تضخم أو يزيد التضخم وارد أن يزيد التضخم إنها مش هيستمر ليه مش هيستمر؟ إنك إنت أولا عندك آليتين أولا هتفتح سوء لصدراتك إنها تزيد بالتالي العملة عندك غالية تكلفتك بالتالي بقت لبرة منتجك ثمن وحيقل فهتفتح لك أسواق جديدة تقدر تصدرها وده اللي نحن نقوم عليه نفتح أسواق جديدة وليست أسواق التقليدية بتاعتنا سيادتك تقول بأن هذه الخطوة تأخرت كثيرا خطوة تعويم الجنيه يعني محافظة البنك المركزي طارق عمر صرح قبل فترة وقال إنه لن يتخذ خطوة تعويم الجنيه إلا بعد أن يصل الاحتياطي من العملات الصعبة في البنك إلى 25 مليار دولار لم يصل إلى هذه القيمة لماذا القرار الآن؟ لماذا لم يضخ أربعة مليارات دولار التي قال ووعد بأنه سيدخها إذا ما اتخذ هذا القرار بالفعل؟ ما كانش نقدر نستنى أكثر من كده الدولار بقى في الآخر سلعة أنت النهاردة بتشتريه عشان تتاجر فيه وليس بتشتريه لإحتياجك في قطاع العمل بتاعك فبالتالي النهاردة بقى سلعة أنت بتكسب فيها أكثر ما بتكسب فيه شغلك كان معدل النهاردة اللي أنت بتخذها النهاردة بتكسب فيها 10% بكرة بترح بيحها فإذا ما ينفعش أننا نسكت على وضع زي هذا أنه سيضر بالمقام الأول الاقتصاد سياسيا أستاذ سيد وحضرتك عضو البرلمان ورئيس حزب التجمع هل ترى أن هذه القرارات سلبياتها أكثر أم إيجابياتها أكثر؟ أنا أرى القرارات من زاوية الهداف التي اتخذت على شنها ومن هنا أعرف قيمها فإعلانه رئيس البنك المركزي محافظ البنك المركزي لأنه ينهي هذه القرارات السعرين للدولار وأنا أرى أنه مش هينتهي لأن لازال مسموح للمستوردين أن يدبروا العملة لنفسهم ويحطوها في البنك اللي هو الاستراب بنظام ضد المستندات فما بداهم البنك ما عندوش هو يعرف يجيب خلاص هجيبني هجيبني السوق دي نمر واحد فده هنمر واحد مش هتحقق هيبقى فيه سعرين نمر اتنين تشجيع الصادرات ده أمل والأحلم أن يحصل تشجيع الصادرات لكن وفقا للمنزان التجاري المصري أغلب الصادرات بتاعتنا باستثناء الفواكه التازجة والخضرات التازجة مكون الأجنبي فيها في المتوسط يوصل لستين في المائة حتى لو كنت سلعة الزراعية فيها مبيدات وفيها بزهور وفيها حاجات ما أهم الصادرات اللي هي الملابس مثلا يكاد يكون الأماش داخل في صناعتها مستورة في نسبة كبيرة منها لأن الكويز لا تشترط أن يبقى الأماش مصري إذن أنت كل ما هتستورد هتصدر لازم تستورد الدول العومت هي عندها حاجة بح فعندها إنتاج عايزة تنشطه وبالتالي المقاربة التي ذكرها المهندس غالد مش في محلها تريد أن تطلق لا المقاربة في محلها بشأن بعض الصناعات أو بعض السلع لا هو يقول أن هناك دول قامت بتعويم عملتها المحلية ما هو كان روسيا الأرجنتين وروسيا روسيا كان عندها حاجات تبعها لبجان وناجيريا كل دول عندهم حاجات يبقوها يعني روسيا كان وفي مصر ما فيش حاجة تتبعها لا ما عنديش حاجة صدرها مصري مصري إلا المشغولات اليدوية وحاجات محدودة ممكن صناعة فواكع عصائر حاجات من النوع ده طيب الحاجة التالتة جذب الاستثمارات وتشجيع الاستثمار في الداخل إذا كان سعر الفايدة وصل إلى 20% على الشهادة الجديدة فهنفترض أنه 7-16 بس خلينا على الشهادة الأقل إذن المقترض للصناعة يجب أن يبدأ من فوق 16 وده سعر عالي عليه فالحاجة التانية أنه ده واردتنا من السلع الاستراتيجية اللي هي الأمح والضرة والفول والعاتس والكلام ده كانت بتتحسب الغالي يوم الخميس على 8 جنيه 8-8 هتتحسب على 13 ونص وربما أكتر الفرق ده هيشكل عجز في الموازلة فيبقى عجز الموازلة كمان بيزيد استنزاف الاحتياط النقدي اللي هو موصلة الـ 25 ميليار لأن أتمنى أنه ما يستنزاف ويعوضه الموارد بأنها دائما مهندس خالد برضو أرجع إلى رأيك وتقييمك بأن هذه الخطوة تأخرت في حكتين اختلف فيهم مع سيد بي نبدأ باختلافك بالنسبة لصدرات المصرية لا نحن عندنا صناعات وصناعات كويسة جدا زي الصناعات الهندسية نحن عندنا الأجهزة المنزلية صدراتنا فيها كويسة جدا خاصة لإفريقيا عندنا صناعة المواد البناء ممتازة وبنصدرها لأوروبا وبنصدرها لأمريكا وبنصدرها وش عايز النقف عند التفاصيل دي عشان لا عندنا صناعات أيمة على المواد الخام الموجودة بعد مستلزمات الانتاج من يحتاج أن نجلبها إنما المواد الخام الموجودة علينا أن ننظر النهاردة إيه الصناعات اللي أنا هتطيدي أشغالها اللي هي بدل وعوضها بدل الإستراطة ده الاتجاه إننا نعمق الصناعة ونقلل الإستراطة طيب فده اتجاه الاتجاه التاني بتاع حتة إنه هو هذيك العملة هتأثر على قطاعك كتير من الدولة اللي هو زي هذيك ما جبت في الأول الناس اللي بتستخدم مسائل النقل عشان البنزين علي والنهاردة دعم الوقود هذيك ده بيكلف الدولة حاجات كتير هكتلازم يصحبها الدولة إنها تيجي تقول طيب يا جماعة يا أصحاب وسائل نا هترفعوا لأد كده أو يا التكاسيات هترفعوا من 3 جنيه لأربعة جنيه مثلا بنفس مقدار الزيادة بتاعة العملة فده لازم يا أصحاب من الدولة إنها تقدر تعمل كلام دولة وهو يمكن ما كان محل شكوى حتى في الساعات القليلة الماضية من المواطنين لأنه ما فيش رقابة وسؤال لك يا سيد سيد هل تظن بأن الحكومة قادرة على التعامل مع التدعيات السلبية الاجتماعية خلينا نقول لهذه القرارات في الشارع هل الحكومة وأنتم مراقبون للحكومة في مجلس النواب هل الحكومة قادرة بالفعل هل ترونها قادرة وتستطيع مراقبة ضبط الأسعار في الأسوار في الشارع أنا أعتقد أنها القدرة محدودة بكفاءة الأجهزة الرقابية من ناحية من ناحية تانية بالإرادة تنفيذ هذه الرقابة فحتى لو حدود القدرة المحدودة هذه الرقابة ما بتتم بكفاءة وكمان في قوانين بتتعطل يعني مثلا في قانون رقم 194 لسالات 1992 يعاقب اللي بيحجي السلة عن التداول من السوق بخمس سنوات سجن ده لم يحدش يحكم به أصلا فهنا الحلول ممكن وأن الحكومة لو متوفر الإرادة وعندها برنامات تقدر تستصدر تشريعات منه في اتجاه تسديد الرقابة وشفافية السوق وإعلان السعر والأبوة ووزنها والكلام ده طيب بمناسبة الرقابة قبل أن ندخل للستوديو هناك خبر يقول بأن مجموعة من البرلمانيين دعوا إلى عقد جلسة عامة طارئة لمناقش التدعيات هذه القرارات الاقتصادية فعلا صحيح بعض النواب يروا أنه ما ينفع للبرلمان خلال الأجازة ما ينعيش هذه القضية فهدعوا اللقاء بكرة بهدف التقدم بطلب لهيئة مكتب البرلمان لدعوة تهتم في التنفيذ بعض اللجان الأساسية المعنية بالموضوع بشكل مباشر ستأقد اجتماعات بكرة مثل اللجنة الاقتصادية الموازنة والموازنة الصناعات الصناعة والصناعات الصغيرة هذه شغلها العادي ستأقد ناقش نفس القضية بكرة مهندس خالد في 16 مارس الماضي بعد أيام قليلة من تولي سيطرق عامر مسؤوليته كمحافظ البنك المركزي تم خفض سعر الجني مقابل الدولار بنسبة 14% هذه الخطوة لم تكن كافية منذ ذلك الوقت جاء البنك المركزي بعد سبعة أشهر من هذه الخطوة وخفض قيمة الجني بنسبة 48% مرة أخرى ذلك من فعش عايزين نتجه للسوق العالمي وعايزين عندنا قليات للسوق الحر وتبقى الدولة تتحكم في عملتها نهاردة لازم عشان نمش في هذا الاتجاه ويحصل لدينا النمو حقيقي لازم يبقى العملة بتاعتك بسعر حقيقي مع العملات الأخرى بمعنى آخر لازم تبقى أنك تعاوم الجني طيب المتوسط القيمة للجني 13 جني للدولار هذه القيمة التي طرحها البنك هل تراها واقعية وأنت رجل تعمل في السوق بوص عند حسب العرض والطلب فيه النهاردة فيه بعض البنوك عرض 14 وتشتري عند 15 وأخرى عرض 15 وتشتري عند 15 ونصف نقدر نقول النهاردة العملة في البنوك ما بين 14 و16 تبقى للطلب والعرض البعض يرى في ذلك أنه البنك المركزي أو الحكومة قننت وجود سوق سوداء ولكن بشكل رسمي لازم النهاردة أنت تقنن العمل بتاع العملة مينفعش ما عندك النهاردة استحال الحكومة تقدر تكسب السوق ما حصلتش في أي دولة أن الحكومة قدرت تكسب آليات السوق بالتالي لازم النهاردة الحكومة تدير آليات السوق وتتعامل معها لابن عندي النهاردة ناس بتتعامل في العملة لازم النهاردة أقنن دورهم أن يتعاملوا من خلال البنوك ويبقى دي قنوات شرعية لهم الحاجة دي مش هتوقف عندي كده عشان أنا النهاردة أقدر أثبت العملة وقوي الجنيه بتاعي لازم نشتغل النهاردة على الإنتاج والجزء الأساسي نحن نزود زيادة الصدرات إنجلترا أول حاجة بعد حرب العالمية الثانية قالت وندهت الصدرات 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 وإلا الموت بالتالي إحنا علينا برضو إنه نهتم بالصدرات إنه ده المورد الأساسي النهاردة للعملة أنت السياحة عندك بعافية شوية هتاخد وقت وحترجع تاني إنما اللي في إيدك النهاردة أنت تفتح سؤالة جديدة وتقوم بزيادة صدراتك ومساعدة المصانع بكافة أنواحها وكافة أحجامها إنها تصدر تصدر نعود إلى الحكومة السيد الحكومة قالت بعد صدر هذه القرارات أنها ستراقب الأسواق ستراقب حركة نقل الركاب لمنع استغلال المواطنين والركاب قررت زيادة الدعم التمويني من 18 جنيه إلى 21 جنيه على كل بطاقة تموين وإجراءات أخرى هل تستطيع هذه الإجراءات من وجهة نظرك وأنت نائب للشعب تخفيف الأثار الصعبة التي يصفها العديد من معظم المراقبين بأنها صعبة تخفيف أثارها على المواطن لا طبعا لأنه الثلاثة جنيه الذي زاده في البطاقة هو كان زاد قبل يوم السكر 2 جنيه هذه ثلاثة جنيه كيلو السكر إنما أنا أعتقد أن كات الحكومة وهي بتعمل خطوة زيدي على الأقل عبر برنامج زمني محدد بالمدة مؤقتة لازم تضمن للمستهلك المعابطاقة تمونية كمية من السلع الغذائية يصبح الغذاء ده مطلوب علشان الناس يروح طرف الشغل يعني لازم يأكل فول فيضمن له كيلو فول وعليه شوات زيت يضمن له أزاز الزيت وكيلو سكر وكوبات شاية يعني يضمن له حصة غذائية علشان على أقل على ما يتقال أقل مع السوق وعلى ما المرتبات تصل في متوسطها للمستوى بتاع ارتفاع الأسعار لكن الحكومة تعرف تريب أسعار ولا هي عندها الأجهزة الكافية لده وكل يوم أو من مبارح في كل مواقف الميكروبسات خنايات الحاجة الثانية حدرك لو دخلت من شهور وفترة طويلة جدا بساعة ما ابتدت الدولار يتحرك من عند 8 جنيه 88 إلى 10 إلى 10 ونص وكده وكده رجل خش في أي محل بآلة أو خردوات أو أي حاجة خالص يبقى محطة كوباية زي دي لكن معلها السعر لو لتلو حط السعر بيش يحط طب ورين الفطورة اللي اشتريت بيها بيش فطورة فإذن أجهزة رقابة السوق نفسها غايبة التخزين بغرض المرابحة خالد بيكام بيتكلم عن الناس التي تتعاملت مع الدولار كسلعة ده صحيح فيه ناس بتتعامل مع السكر دلوقتي كسلعة وبالتالي الحكومة تنفذ رؤية مش بتاعتها الحقيقة هي بتاعة صندوق النقد الدولي علشان خاطر من وجهة نظر صندوق النقد الدولي ده هيعمل إصلاح الاقتصادي في مصر فالمؤشرات الاقتصادية هتعلى بتاعة الاقتصاد المصر وإحنا وصلنا في المؤشرات دي قبل كده عكومة نظيف لسبعة واثنين من عشرة معدل نمو ومع ذلك كانت التنمية في النازل يعني حضرتك عفوا أنت ترى علاقة بين قرارات التعويم أو قرار التعويم واجتماعات صندوق النقد الدولي مفترض أنه في أربع اجتماعات لصندوق النقد الدولي ويوم سبعة وتسعة ويوم أحداشر نظام ده مش أنا اللي بقول ده الحكومة اللي بتقول أنه لازم نعاوم قبل ما نتقابل معهم وده قرارنا أهم بقولوا نعاوم بس ده قرارنا قبل ما نتقابل معهم ولازم مش في تناقض في هذا القول طبعا طبعا ولازم نرفع دعم عن المحروقات قبل ما نقابلهم وده قرارنا والحقيقة هم الناس قالوا دينا صيحنا يعني ما قالوش دي شرطنا قالوا دينا صيحنا قلنا وقال لنا الحكومة المصرية من 2004 وظهرت في آخر تأرير في تأرير 2011 بشأن مصر من صندوق النقد الدولي أنه لازالوا ينصح الحكومة المصرية بتحريف سعر الأيوام طيب مهندس خالد يعني كثيرون يرون أن قرار تعويم الجنيه ربما جاء بشكل وبال على الحكومة بسبب قرار خفض دعم الوقود بسبب أن الحكومة والبنك المركزي في الوقت الرهن غير مستعدين لمواجهة انفلات الأسعار للسلع وهي مسألة محتملة هل تستطيع الحكومة إيجاد آليات للتدخل من وقت نظرك لا ده هي عليها أنها توجد الآليات هي منفعش نقد أنك أنت تعاون بس ولا تدير هذا التعويم فمن الواجب الأساسي أنك أنت خدت الخطوة اللي أنا بؤيدها هذاك أنها في نفس فيه دور أهم بعد كده أنت هتدير الموضوع هذا هتدير أنك أنت عندك النهار ده جزء كبير من الشركات الأجنبية عليها أرباحة أرباحة النهار ده اللي هي موجودة بالجني المصري وهي عايز تحاولها طيب النهار ده لما أنت فتحت لها السوق بدل ما هي تتكالب على شراء العملة النهار اللي أنت سمحت لها بها سمحت للسوق كله لا تعالي يا جماعنا اتطفق أنك أنت مديونياتك أو أرباحك اللي موجودة النهار ده بالمليارات الجنيات زي شركات البترول زي شركات الأجنبية في الطيران إلى خير من هذا خديها بس خديها بالعملة وحولها على فترات على 6-7 شهر فده جزء من التنظيم زي ده النهاردة قطعات أخرى من الصناعة أنت النهاردة عايز النهاردة فيه مستلزمات الانتاج فابتدي قاود دي أولوية أن الناس النهاردة مين سيجي خذ العملة ومين أولوية للعملة بس ده حسب العرض والطلب أننا سيب السوق بعد معاومته من غير محاولة ديره ده طبعا مينفعش فعليها هي عامل جامد أنها تدير آليات التعويم عشان لا ينفلت السوق زي محضر بطور نعم أستاذ سيد اليوم وسائل إعلام مصرية صحف تحدثت عن إمكانية استغلال هذه القرارات قرار تعويم الجنية قرار رفع أسعار البنزين من جهة جماعة الإخوان لتأجيج الدعوة إلى تظاهرات في 11 نوفمبر كيف ترى ذلك أولا 11 نوفمبر دي احنا منعرفش مين صاحب هذه الدعوة ولو سألنا عشر مواطنين في الشارع مين صاحب دعوة 11 نوفمبر ما حد هيعرف الحاجة التانية أن الإعلام المصري ضخم 11 نوفمبر 11 11 دي زيادة عن زوم وربما كانت مادة كويسة في برامج التوكشو علشان يجاب عليه إعلانات لكن ارتفاع الأسعار في مصر المواطن المصري برضو اللي بيعاني ده واعي كويس قوي أنه خصم وخصمة دولة اللي هو بيحافظ عليها هما الإخوان فهو مش هيخرج مع الإخوان ومش هيسمح بأن تهتز الدولة المصرية بسبب الأسعار علشان الإخوان المصريين مودين أولادهم يستشهدوا في سينة فمش هيتحلف مع الإخوان على كينه سكر فدي يعني استثمرها والكلام ده شعبنا أوعى من ده شعبنا يحافظ على دولته بسلطته الوطنية اللي هو حطت ثقة فيها ويتخنق معها ده موضوع تاني غير أن يسلم ها للإخوان ولكن هل تتوقع أن يستغل الإخوان ذلك ضروري هما طول من 30 يونيو الغاية النهاردة وهما كل يوم في الفضايا بتاعتهم حاول يوصلوا رسالة للشعب المصري أن مصر أصبحت كافرة أن مصر أصبحت دعانة أن الشعب المصري بقى متسول أن السلطة الحاكمة فشلت على المستوىات الداخلية والعربية لكن المواطن مش شايف كده يعملوا بيوم أخيرا مهندس غالد لو أنت مكان المهندس شريف إسماعيل ما هي الرشدة التي تقترحها لتلافي أي أثار سلبية لقرارات الأخيرة أولا أنا مش مكانه من معقائي حضائي كنت أقول أرجع تاني هو العمل على زيادة صدراتنا إزال جميع المعقات للمصنعين لتكم مكانه من زيادة الصدرات سداد الدعم الخاص بالصدرات التي نقول عليه إيجاد طرق نقل إلى أفريقيا دي أحد العواقل النهاردة هو النقل إلى أفريقيا عندنا سواء ما يسمى سوق شرق أفريقيا وفيه نقل البحري موجود نعم غرب أفريقيا غير موجود النقل البحري وهو سوق كبير إحنا يعني صدراتنا لأفريقيا لا تتعدى نصف المئة من حجم وردتها يبقى النهاردة لازم الحكومة بالمقام الأول تساعد القطاع الخاص إزاي ينمو صدراته هناك إحنا كجمعية إخذنا المبادرة نفتح مراكز لوجستية في إفريقيا في 12 دولة ستساعد على التواجد البضاعة المصري هناك على الأرض الواقع لزيادة صدراته أشكرك شكرا جزيلا رئيس جمعية المصدرين المصريين المهندس خالد المقاتي مجلس النواب الأستاذ السيد عبد العالم شكرا جزيلا لكم